أصيل الأخبار وبمناسبة المقدمة والموضوع اللي كنت بتكلم فيه مع حضراتكم أنا وصارة في بداية الحلقة إحنا في مرحلة أعتقد أن إحنا عنينا بشكل كبير إحنا كمصريين أنا مش تكلم على إحنا كنادي أهلي أو كأهلوي إحنا كمصريين عنينا لسنين طويلة جدا ودفعنا فطورة صعبة جدا فطورة من دمنا وفطورة من قوتنا بسبب التطرف والإرهاب وما زالت المحاولات مستمر وأعتقد أن الفطورة دي لكلنا دفعنا تمنها علينا أن إحنا نعي تماما أن إحنا كلنا مسؤولين في الدفاع عن البلد دي وتفاهم الوضع وأنه كل حد في إيده أو دوره من موقعه أنه يكون لي وعليه مسؤولية إذا كنا بنتكلم على مواجهة التطرف فالدولة أعلنت من يوم الأول أنه مش بس بنتكلم على تطوير قطب ديني ومش بس بنتكلم على مواجهة أمنية نحن نتكلم على تربية ونتكلم على تعليم ونتكلم على ثقافة ونتكلم على رياضة كل دي أدوات الحقيقة مواجهة مفترض أنه كل حد في موقع مسؤولية يدركها ويعنيها تماما وأنه يشتغل عشان يكون ليه دوره مؤثر بالذات بقى لما نيجي نتكلم على ناس في موقع مسؤولية ناس بتمثل قدوة لشباب طالع وحضراتكم عارفين أنه أغلب جماهير الكرة في مصر طبعا يعني أو قطاع عريض وكبير جدا منها من الشباب الصغير وبالتالي لابد على كل مسؤول أنه يحسب ويوزن كل كلمة بتطلع على لسانه لأنه لأسف شديد فيه أوقات كتيرة جدا فيه تصريحات وفيه كلام بيزيد من حد التعصب وبيزيد من حد التطرف الرياضي اللي هي بالتأكيد جزء في التركيبة تركيبة الشخصية إحنا محتاجين نقضي عليها ونتعامل معها ده بس يعني كلمة مهمة جدا أرجو أنها تلقى صدق أو تلقى قبول وأرجو أن يكون فيه ناس بتفهم وبتقدر